رحمه الله كين أشياء كنت حب نقولها ولكن والدي كان دائما يمنعني بل أنه لما رفعت دعوة في الأمم المتحدة ضد الجزائر تواصل معايا وغضب وقال لي روح أسعى بالشكوى لا تشتكي الجزائر حتى لو ظلمتك وهاهم كتبين عليها في صحيفة وشوفوه وتحدثت على هذا الأمر من قبل وما إلى ذلك من هذه الأمم يعني إذا كان عمار بلاني والعمامرة بسبب الانتقادات التي نوجها لهم لأنهم بهدلوا بالديبلوماسية الجزائرية هذا شأن آخر أمر آخر وصلتني معلومات من القنسولية التي استخرجت منها جواز سفري الجزائري التي هنا في فرنسا أنهم يسألون متى تكون نهاية الجواز انتاع وبطاقة الإقامة انتاع وقتها تنتهي بطاقة إقامتي في فرنسا والشخص اللي أخبرني لما خبرهم راه مازال عندي الوقت رأي في 2029 يقال لي بالحرف الواحد أن هذا المتصل من وزارة الخارجية قال لي هو مسؤول ولم يذكرني الاسم أنه قال كرمكم الله الحلوف مازال عنده الوقت حابين حتى الجواز الجزائري ما يجدده ليش باش أنا إذا انتهتني الإقامة ما نقدرش نجدد الإقامة في فرنسا هذا من وزارة الخارجية يعني الدولة اللي تبتز مواطنيها بجوازاتهم تبتز مواطنيها بولديهم تبتز المواطنين بخوتهم أسرهم على أساس واش على دور إعلامي دور إعلامي لني معارض لني سياسي لا رغم أنني كنت من أشد الذين كانوا ينتقدون النظام عند بدأ الحراك الشعبي أعلنت موقف أنا ذاك وجاءت المؤسسة العسكرية قالت أنا مع الحراك باركت الأمر ودعوت إلى المشاركة في الانتخابات ودعوت الحركيين قلت لهم ديروا ممثلين ودخلوا الانتخابات وللأسف جاءوا أخرين أفسدوا هذا المشروع والآن أعطوا فرصة لعصابة عادة وسيطرت على كل شيء كنت من الذين باركوا هذا المصار قلت خليني أحسن الظن بمؤسسة عسكرية أفضل من أنه نغامر بمواجهة كذا توصلنا إلى ما وصلت إليه بعض الدول وأنا كنت شاهد عيان على ما حدث في سوريا كمراقب كنت ضمن جامعة الدول العربية بعثت جامعة الدول العربية كمراقب وانتقدني أنا ذاك مراد ميدلسي في نيويورك وخرج عمار بلاني نفسه دير بيان تهجم فيه عليه وهو الآن ربما هو اللي ينتقم المهم أنا ما زلت أبحث عن المعلومات لأعرف ماذا حدث الذي على دي الآن هي رسائل تهديدات أمر آخر أنه تم طرد أشقاء من العمل من دون أي حقوق وأيضا أنه تم استدعاء والدي كم من مرة للدرك الوطني ليسأله علي أمر آخر أنه حاب يسأل هنا في الصيف القنصرية والسفارة متى موعد نهاية الجواز حدث هذا في ظل أنه كانوا يتواصلوا مع الجزائريين وأنا أحدهم على مسألة لم الشمل مما يوحي إما أنه جهاز الأمن الخارجي وجهاز الأمن الداخلي كل واحد راهوا في واد ورأي صراعات مابيناتهم أو أنه كان فخ فقط من أجل مخادعتنا باش ندخلوا الجزائر وينطقموا منا أو أنه هناك سر ما كانوا في الأول صادقين وبعد تم الانقلاب عليهم أو أنه كل الدولة كل واحدة في واد ما كين دولة ولا هم يحزنون إذا كان الآن حقيقة فيها دولة وما ذنب هؤلاء أولا افتحوا تحقيق في أسباب طردهم بهذه الطريقة التعسفية وبينوا أنكم دولة حتى خصومكم ما تظلموا همش بينوا أنكم جزائر جديد بين أتبون أنك راك جاي لهنا باش دافع عن المظلومين كما دائما نتقول ولكن ما أعتقد أنكم ستفعلون هذا بل أنكم ستتلذذون وتستمتعوا وأنتم في جلسة على الكاس يدور وتقولوا ها رانا درنا فيه ودرنا عليه وكذا 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 ورانا 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 المهم راني جيت الآن تكلمت على خاوتي طردوهم وغدوة نجيت نتكلم واحدة أخر باش رجعوا هيبة الدولة هيبة الدولة بالقانون هيبة الدولة بالمؤسسات القوية هيبة الدولة ألا يظلم أبنائها حتى في عهد بوتفليقة ما صراش هذا كنا نشارك في كبرى القنوات الفضائية ننتقد في بوتفليقة وانتقد الجيد صالح بحد ذاته الجيد صالح انتقدته مرارا وتكرارا في حوارات تلفزيونية ولا يوم أساء الخوتي لموجودين ولا أبدا أبدا لم يحدث هذا هل كانت هناك في ذلك الوقت رح يكنت عصابة ماهناها لقى في ذلك الوقت عصابة تسرق المال والناس يلاقي حريتهم الآن تسرق المال ولم تسترجع المال اللي عند عصابة أخرى تم تضحية بها وأيضا يسرقون لقمة الناس عيش الناس واحد الآن في ظل وباء كورونا في ظل هذا الغلاء تروح تخرجوا وتطردوا من البيت وما تخللوش حتى حق يعني يخدم 23 سنة يخرج سفر اليدين يخرج سفر اليدين بدون حقوق في إجراء سموه إجراء تأديبي لأنه عندك أخوك معارض رغم أنني لست معارض عندما ننتقد بلاني معناها ما يبقاتش دولة واحد مسؤول معين في وزير ولا حاجة ننتقدوه على شيء معين لا ندخل في أمور أعراضهم لا ندخل في أمور بناتهم ولا أولادهم اللي كانوا هنا إذن أنتم تمسوا في عائلات واحد ناس يلعبوا في دور إعلامي خلاص نبدو ننشر الملفات أيضا اللي تصلنا يوميا على أولادكم وابناتكم رغم أنني لا أدخل في هذا المتاهة ننشر الوثائق والصور التي تصلني بصفة دائمة من داخل المؤسسة العسكرية وقدرت أنها تمس الأمن القومي الجزائري وأنها أمور تخص العسكر موسيقى موسيقى موسيقى